ورجعنا لكم تاني مشاهدين الأيزاء ومعنا ضيفنا العزيز اللي بصراحة بأيكونة جداً للبرنامج دكتور سالم عبدالجليل أهلاً بحضرتكم ومنورنا دايماً يا رب شكراً جزيلاً وأهلاً بيكم مشاهدين الكرام أهلاً بحضرتكم أهلاً بحضرتكم جات لنا أسئلة وجات لنا مواضيع كتير نزيل الكلمة فهم ما حضرتك برضو هنستغلك كالعادة أهلاً أول حاجة في عادات وتقاليد إحنا أنا أعتبرت الحلقة اسمها عاهات لأنها هي مش عادات لأن العادة إحنا بنتبقى على الخطأ على الصواب إحنا بنجري وراها وده مش صح في عندنا في بعض الكرة في حاجة اسمها رد الشبكة تمام اللي هو إيه أنا كعريس أنا جبت شبكة العروسة عملت فرح بقد 8 الشبكة مرتين ثلاثة اللي هو دلوقتي الواحد بيجيب إيه دبله ومعصن طبعاً الحاجة غالية جداً فبعدين إيه بيتفرد بقى في بعض الأماكن إن لأ لازم العروسة ممتها وإخوتها وأهلها يروحوا تاني يوم ماشي بسور يعني خروف أو لحمة كتير وفراخ وخضار وشولة بقى طب إيه ده وبعدين يعني إيه إيه لازمته وإيه ده صحة ولا غلط وإيه رأي الدين ده اللي عايزين نعرفه من حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد سمحيلي بنص دقيقة بس أتفت أذكر إيجابية حصلت معي أنا شخصياً وشاهدتها النهاردة الحقيقة في إحدى المصالح والمؤسسات مؤسسة الأحوال مدنية بشكل عام ماشاء الحقيقة يعني أنا كنت بتعامل في معاملة بسيطة بخرج بطاقة جديدة يعني المعاملة رائعة جداً مش معايا بشخصي مع الكل في نظام في ساعة بتخلص كل إجراءاتك أو أقل فأمر يعني إحنا يمن بنتكلم عن السلبيات لا لازم نقول الإجابيات طبعاً فأنا بحيّل حقيقة منظومة الأحوال مدنية بشكل عام والسجل المدني بشكل خاص سواء كان المتميز منه الإلكتروني أو غيره اللي تنلحى ماشين بشكل محترم جداً ويخلى الواحد يشعر بأدميته ببلده وده شيء يعني والموظفين كلهم الحقيقة على مستوى عالي جداً من الأدب مش مع شخصي اللي عرفوني أو أبداً مع الكل فده حاجة بس حبيت أقولها الحقيقة في بلدنا الواحد يبقى سعيد بها جداً جداً وأتمنى كل المؤسسات اللي بتتعامل مع الجمهور تبقى بهذا الشكل قدر ياريت والله ياريت نحب بلدنا ونحب شغلنا ونقدي شغلنا لله سبحانه وتعالى بطقان صحيح ونشعر بإنسانيتنا وأدميتنا بالضبط كمان فأنا بحيّل حقيقة كل الناس اللي كانت شغالة في هذا المكان اللي أنا نهضت شرفتي بهم جداً وصدقينه هم تعاملوا معي من قبل حتى ما يعرفونا بشكل رائع جداً لا لا أشال لابس برده لو كانت شعر بني أو لكن المصدقينه مع كل في شكل جيد بالهنيوم إحنا كمان ويارب كل مؤسسات الدولة تتعامل بنفس القدر دوت من النظام والاحترام والسرعة في الأداء الحقيقة لشكل رائع جداً أرجع بقى الموضوع وهو مش خارج برضو عن المنظومة العامة إحنا حضرتك عندنا حديث نبوي شريف أو حديثين بيضبطوا هذه المسألة الحديث الأولاني اللي بيقول فيه عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح بيسبقها جملة اخفوا الخبّة اخفوا الخبّة وأعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف البعض بيضعف هذا الحديث لكن ما عنديش ما يمنع في معناه أنه هو قوي ومقبول ولا يوجد ما يعارضه خاصة أن سيدنا النبوي والسلام كمان قال حديث تاني قال أيصرهن مؤونة أكثرهن بركة إذن عندي باللغة الفيزيائيين أنت ناس بترضي مش عكسي كلما تساهلنا كلما حلت البركة مش العكس أيوة فعلا حسطاتك مش العكس صحيح زي ما جاء قول لحضرتك إيه هنسخن أو نخلي السخان درجته عالية أو البتجاز نخلي الحرارة عالية هنسخل تسخل مياه بسرعة نفس الكلام يا فاندي لما نقلل في التكاليف أيا كان البركة هتحل العكس بقى والعين هتقل يعني الاتنين يا هانم أنت عارفة وقدرة ببعض المناطق حضرتك بيحملوا عشرين وثلاثين عربية ويمشي تباهو بها في الشوارع بالزبط الجواز مش كده أخوانا تلاقي تلاقي الدنيا مش كده على فكرة يعني الخلاف اللي بيحصل في مضال الشبكة والخطوبة احنا بالأساس كشريعة بنرفض كل اللي بيحصل فيها ده تكاليف الباهزة الخطوبة مش مرغوب ليه أصلا أصلا الشبكة دي حاجة بتقدم ليه المخطوبة كهدية تعبير عن ان احنا جاء الدين في إجراءات الزواج خلاص لكن ما يزال ما حصرش العقل ولا غيره وبالتالي يوم ما هنروح النهاردة لإفتة وأنا موجود ولا غير موجود أيا كان اللي موجود هيقولوله والله ده احنا فسخنا الخطوبة تابو مالو كل واحدة رجع حكته لاخد حكته ليه ليه ماهو ما فيش أي حاجة ترتبط على الموضوع خلينا نقول بواقعية انه الأساس في المسألة دي هو ان الخطوبة تبقى على سكيل ديق قوي نطاق ديق جدا يبقى يدوب الأسرتين الحبيب منهم القريب منهم مش أكتر إذا لبس ديبلة ولا بتاعشان لو خرجت معي يبقى عارفين دول مخطوبين مخطوبين أشهر أكتر من كده مفيش إنما عشان نزود بقى ونعمل حفلة بعشرات الألاف ونرجع نشتكي بعد كده بالضبط بالضبط من يتحمل صح ومن ما يتحملش ما فيش حاجة اسمها رد الشبكة إيه رد الشبكة يعني إيه رد الشبكة أنتم بتبدعوا من عندهم لا دي مسألة رد الشبكة دي أصلا مسألة نوخشة فقهيا دب أنا عايز أعرف آه جمهور الفقهاء شوفي أنا ربما أخالف هذا الرأي لكن دي رأيي موجود بقوة وله حكمته له فند جمهور الفقهاء يرى إن المخطوبة ليس لها أي حق على الإطلاق الحقوق تبدأ من العقد لأن القرآن علمنا كده وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ده إمتى لما إيه لما يحصل العقد وسمي المهر يبقى الولد مشي قبل الدخول يبقى في الحالة دي النص آه نص مهر إذن ما فيش حقوق قبل الإيه قبل العقد لأ أنت حديك مش فاهم ممكن تنظر أنا مش بقول له خد شبكتك هو ياخدها أنا بتكلم إن الأم والعروسة ملزمة تودي شويلة 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 وخروف مهمني لقى لزم بقى بقى إحنا بقى بنقول دي الأعراف أنت بتعملوا ليه عدد غلط الأعراف دي اللي خلت الناس النهاردة بتكره حجس للجواز وبتكبدهم مبالغ طائرة نسموها رد الشبكة بالبلد رد الهدية مش أنا ردت لك شبكتك لا هي رد الشبكة المجاملة يعني فنجيب لك المجاملة خلت ناس مش قادرة تعمل بخطوبة وراتهم الشبكة والأرباع حتى لن يتكلف شيء وهتبقى البنت بالنسبة له مجرد شنطة هدوبها اللي بتروح بيها الشريعة الشريعة أصلا جعلت هكذا الزواج إحنا في مصر ابتدعنا فكرة المشاركة وللأسف وصلنا إلى أن البنت ربما تجهز أكتر حتى من الوالد هي المشاركة المفروض عشان نسهل على بعض المشاركة دلوقتي بقت بنتقل على بعض أو بنتقل على أهل العروسة وعلى والده يعني بنسكل لو حبينا نخط الإطار الصحيح الخطوبة تبقى على نطاق ديق جدا بين الأسرتين يقدم حاجة بسيطة هدية حتى لو مردنا هاش تبقى مهاش معضلة مش الشبكة كاملة ولما نكتب الكتاب يقدم الشبكة هي بقى ساعتها فيه كيود نقدر نحتكم إليه نخلي الخطوبة على الديق منعملش حفلة ولا غيره منتكلفش فيها كتير وبعدين تبقى سرية كمان لسبب إن منحق الولد يقول سلام عليكم من غير أسباب ومنحق البنت تقولي الولد انت ألف وما انت تتمنىك بس أنا مش قادرة أكمل معاك فما بقاش فيه إحراج ما يبقاش أشيع في القرية ولا في البلد ولا في الحي ده فلانا تخطبت مرتين ثلاثة ده ما يعرفوش أصلا تخطبت إنما يعرفوا عند العقد لا هو الفكرة كمان إن يعني هل عايزين نقولها جماعة فيش حاجة اسمها رد شبكة هو جابلك هدية هو كخطيب أنت رحبتي معنا أنا أول مرة أصبع منك لا لا ده موجودة عندنا كلمة رد الشبكة دي في امتهنها إيه إن أنا برد شبكاته لا 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 فأجيب لك شبكتك ولا لا لازم بعد الفرح تاني يوم عربية ربع نقل محملة ما شاء الله ولو ما عملوش كده يبقى أنتوا ناس مش قد كده ويعايروا بعض ويزلوا بعض وتبقى ده بتبقى فضايح ده توصل إن أم العريس تروح تقول لها لأم العروسة فين رد الشبكة أو تنخف ابنها فابنها يروح مسك العروسة نغف عليها عشتها فالبنت تقلب على أهلها فضحتوا لي إيه ده الحقيقة هذه أعراف ما أنزل الله بها من سبب ونسي جئتوا جايين تخطبوا لابنكم عشان تاخدوا عربية أكيد الله المستعان لا ده غلط ده يا جماعة غلط ومش في الشرع ومش في الدين ندخل على النقطة التانية اللي أنا برضو شايفها مش في الشرع بصلا برضو ده أرجع لحضرتك فبدا ده أرجع بتاعني كل واحد ليه ما قدرته دلوقتي بيجي واحد يقولك إيه أنا هجاهز بنتي بمثلا يعني انت قلت كم يا مرنة 200 بطنية 200 فوطة 200 فوطة 30 بطنية يفتحوا محلي وتجروا ده لو محلي مش هتفتح كده والحاجات إيه بقى لازم تكون تقيلة ولازم تكون مش عايب إيه والحلل من كل نوع طقمين لا ده أنا هقول لحضرتك على الأسعب دلوقتي من الملايات 200 الهضوم مش قادرة أقولك الدوليب بتترتس الحفة الفايبر طب هايستخدموه بأمتى فين الحاجة بقى الأصعب من ده إيه إن في أماكن بتفرض إن أم الزوج وأخته يجي لها حاجات يعني إيه يجي دي شنطة فيها مثلا بطنية وكم طقم مش عارف إيه وكم طقم إيه حاجات تاني أماكن تانية يجي تلاجة ويجي دي فريزر للحمع يا كده يا تبقى مصيبة يجي للحمة تحت حاجات زي ما بتيجي فوق يا جماعة وأنا بجهز كم بيت خلينا أقول لحضيرك باختصار شديد اتفضل الشريعة الإسلامية فرضت للمرأة مهرا ولم توجب عليها شيئا الشريعة فرضت للمرأة على العاقد يعني أو الزوج فرضت عليه للمرأة مهرا ولم توجب عليها شيئا قال تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة حتى الصدق ده نفسه الصدق ده نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما قاله رجل وبقول له زوجني هذه يا رسول الله فقال له ما معك التمس ولو خاتم من حديد خاتم من حديد قال له ما عنديش قال له دور عندك على أي حاك قال له ما عنديش قال أنا لابسه دا يعني هده لها وخال الله تعدين تعريان ماذا معك من القرآن قال له والله معايا صورة كذا وكذا قال له تزوجها على أن تحفظها إياها فده بقى مهرها في المقابل زي ما حاجة بتكلم على الطبقات والإمكانات لو أن إنسانا قادر على أنه يدفع بالملايين هو حر لزوجته لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن كنطارا يعني شيء عظيم فلا تأخذوا منه شيئا فالأمر حدودك مطروك للقدرة والله تعالى قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعهد في البقرة في التكاليف بشكل عام هنا في الإنفاق سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج على الزوجة والأولاد بس أنا مش بتكلم على الزوجة والأولاد أنا بتكلم إن إحنا بنبص البعض يعني أنا بجهز بنتي فبص الأم فلان جابت كم بطنية لا لا ده أنا لازم أعلي عليها طب أنا إمكانياتي ما تجيبش أعمل إيه أروح جاي بحاجات قست أو أروح أخذ كرد أو أرقو في الآخر بالزبط كبه للأسف عشان أقلت فلانا وعليا طب دخل الاجتماعي الأظهر نفسه تدخل في هذا الشأن في يوم الأيام وعمل مبادرة للسعي إلى التقليل من نفقات الزواج ودي أعتقد المبادرة دي محتاجينها في كل قرية يعني أنا بدعو من هذا الممبر مع حضرتك إنه كل قرية فيها شياخة ولا فيها ناس محترمين كبار يعود مع بعض ويقولوا الماهر لا يتجاوز كذا اللي قادر يعمل اللي مش قادر ما يعملش البنت ما تتكلفش كذا الشريعة يا أستاذ عبير البنت بتروح البيت بشنطة هدومها والراجل بيجاز بيته إن شاء الله حصيرة ما عندناش مشكلة والأمور تكون سهلة وتكون بسيطة إنما هذا التكلف اللي بيحصل كان نتيجة وإي حضرتك نمرة واحد للعنوسة ما هو أحد أسباب أيوة أيوة أحد أسباب عزوف الشباب والفتيات الشباب والفتيات إنه هده ما تيجي واحدة تتصل بي مش قادر تتجاوز بنتي فأنا مش هاب أنها تتخطب عشان ما أطلب منه كتير يا سيدي ده أنت هتخدي المفروض أنت بأم لبنت البنت هتاخد نهر ومش هتدفع منه حاجة المفروض أساسا كده فتقولك أنا مش هجوز بنتي أو مش هقدر تأخطبها علشان أنا مش قادرة نمرة اتنين إلو والد وقال لك أنا مش هقدر أعمل كتو كتو فمش هتجوز فصارت الشباب بيكبروا ما يجوزوش أسمى 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 البنات بيكبروا ما يجوزوش طيب بعدين يا أخوانا فلابد أن احنا تنازل عن مثل هذه الأمور لازم نرجع تاني للشريع الإسلامية في بساطتها وبركتها في التشريع الإلهي اللي عملوا ربنا عز وجل لأنه تؤسس الأسرة على الشيء البسيط السهل الذي لا يكلف الناس شيئا لأن النتيجة للأسف الشاب بيخوش مديون والبنت أهليها مديونين ببقى الليودة عليهم بيخليهم مش مخنوقين طبعا فبيحصل تنافر بقى ما هو أنت سبب أزمتي أنت سبب اللي بابا فيه من داخله ويروح حصل الطلاق ومش عارفين يوارده الفوط الملايات فين ما هيكسر وارده لا وبيتخنقوا عليها في الآخر الزوجة تقول حقه والزوجة تقول حقه الله مستعان أنا بس يعني بزود بس حاجة بس أسرع أنا كلام حضرتك إن لو أحسن يعني أكبر بيت أو أغنى بيت أو البيت اللي هو مقتدر يدي نموذة يعمل إيه بقى لأ أنا بنتي هجوزها باللي يعني إيه يكفيها سنة قدام يكفيها سنتين قدام اللي هو إيه الحاجات المعقولة لكن بالهضوء بالعقل لكن ما تبقاش الحاجة ما تكلفش أبو البنت أو أنت ما تكلفش والدك والدتك ده هو مش في الدين هتلي نص دين يا عريسي يقولي إن أنا أجهز والدتك مع جهازي وأنا أعمله لك ما نجيش تقول أنت مسنا وثلاثة واربع هو ده الدين لا الدين في حاجات كتير مش هنركنها ونمسك في دين تمنى لما خدنا دين ناخد دين إنت هكلم في التعضل ولا تتكلم في الجوة لا لا أنا بقول الرجالة مسكف إيه مسنا وثلاثة واربع بس مسكين دي وسيبين الحاجات التانية لا إحنا نعزم ناخد نعمل إحنا كقضوة لينا إحنا إيه مش هنطلع حاجات كتيرة إحنا هنمشي على قدنا الدنيا بقت يعني تقيلة وصعبة نعزم نسهلها على بعض عشان الدنيا تمشي السؤال بعد كده هو سؤال بسيط وبكر هي ده حق حضرتك في أم بعد ما جابوا الجهاز وبعد ما كده فطلع جايبة لبس إبناء في شنطة فبتقول لهم إيه أنا عايزة رص ضلفة إبني ما واخد ضلفة في الدولاب يعني إحنا بنسمح للرجالة بضلفة أكتر من كده مفيش تمام على فكرة تجيبوش كده فيديو بالمحسن والله لا أنا عن ضرفتين الحمد لله لا عضرتك كده هتقوموا علي عندي ضرفتين الحمد لله هو يقول لنتي واخد كل ده ليه واخد كل ده ليه يقول لهم إنت عايزهم فيه الله المستحيل الفكرة بقى مش موضوع الضلفة خلينا في اللي معه الفكرة إن الستة دي طلعت ترص حاجة ابنها بطول أنا عايزة أفرح بحاجة إبني وأنا برصها فالعروسة جايت إلى الوقت العروسة بترص الدولابها عايزة جدا يعني فقالت لها يا طنت أنا هرص الدولاب بطريقتي علشان أنا اللي هبقى عارفة بعد كده إيه اللي هنا وإيه اللي هنا وأنا اللي هبقى مسؤولة عن كل حاجة فالأم قلت لها لأ أنا اللي شريع أنا اللي جايبة ده دولاب إبني يتخنق ويفركوش الجواز بالضبط يا موضى اللي حاضر أنا بس ده بقى ده سؤال جايلك بخصوص بقى ده بنسميها عقول صغيرة بالضبط كده عقول صغيرة يعني البنية صغيرة مش فهمة في والدت هتقول لها يا بنت خلي حماتك تفرح بابنها وتعمل ليه يا عوزاة وبعض دين انت برحتك وبعض دين انت برحتك بخير اللي انت عوزاة أنا قلت كده والله بتخلص المسألة سيبيها ترسوا زي ما ترسوا والأم الكريمة برضو أم الولد يجب أن يكون عندها احتواء لهذه بمناسبة برنامجة احتواء يبقى احتواء عند بنتها اللي هي بمقام بنتها اللي هتكون مرات ابنها فالحياة ما تقومش على أنا وانت وانا هاخد ايه احنا بقينا أسرة دي دخلت الأسرة بقت بنت من بناتكم بقت واحدة من أفراد الأسرة الصغيرة أو الكبيرة فما ينفعش ان احنا بقى الكبار ما يصغروش أو ما يكبروش بقى للصغر ما حنا قلنا لها كده يعني انت بس قلت ابني خلت احنا نقلناها الوحدة في النهاية دخل الاجتماعي بينم أو بيفصح عن الثقافة ضحلة ثقافة الأنانية اللي للأسف بتخرب البيوت فيما بعد النهاضة اللي يختلف عشان هيرصوا الدولاب بكرة بكرة هيختلفوا حاجات تانية كتير بالضبط وانا اتمنى الكبار بيبوا اكثر عقلا ووعيا والصغيرين يبوا اكثر توقيرا واحتراما نخلي مرتعدين عندنا قاعدة قالها الشعر بشكل رائع جدا ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيدة قومه المتغابي لبنسمى التغافل سنة التغافل دخلك من أخلاق الدين التغافل يعني ايه انا ماشي في الشارع وحد مثلا شتام لا قدر الله يعني الله يسمح انا اعمل ايه لا ولا حد ولا هلتفت ليه ولا عمل نفسي سامع كإني ما سمعتوش بالضبط كده كإني عارفة يوم ما ينبهني بقى انت ما سمعتنا باجتمك اقول له سمعتك والله يسمح بزا قبل ما اقول له الله يسمحك هعمل نفسي ما سمعتش عادي عادي هل تعلم ان مرة سيدنا عمر بن الخطاب نفسه امير المؤمنين خليفة المسلمين وهو في الوقت ده خليفة المسلمين مش رجل عادي قال له لا بس فاللي جنبه بقول له ده بيقول لك انت حمار قال له ياعمل هو سألني وانا جاولت لا الله لا تتصدى معا جاملة جدا لا جاملة وقسملك بالله حصل هذا معي في يوم الايام النساء العربية وحد ده اللي انت حمارته لا مش حمار بس خلط وعدد وعدد مش خلي بالك انت عارفة من صفات المتقين والكاظمين الغير والاعلى من كده والعافين عن الناس والاعلى من ده والله يحب المحسنين اذا كنا بنتعامل ده وقرآن امرنا ان نتعامل بهذا مع بعضنا البعض من بأولى افراد الاسرة الكرآن علمني ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فحضروا ما قالش يطعور ابيهم ما قالش يجلدوهم عشانهم اعداء ليكم قالوا ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور الرحيم هو ده ده السلوك اللي ينبغي يكون ما فيش حاجات فيه تسامح بس نحن لا نعرف ان التسامح فقط فمن عفى واصلح فأجره انا مش عايز حاجة من حد اللي هيستنى من البشر مش هياخد بالضبط السقف بتاعنا عالي مع البشر ايا كان البشر انا سالم اقو بقول لكل اللي حواليه من زوجتي واولادي ما تضربوش فوق في العالي اعتسبوا اللي انا هعمله اخروا بارك ما عملتوش سامنه فيه كل زوجة ما تستناش من زوجتك ميت حاجة اللي تعمله قطر خيرك ما تعملوش الحمد لله اتعدي والعكس يا فندم هو الخلل عندنا في ايه كل حد مسكين لبعض عن كلمة منتظر مثالية من الاخر وانا بالنسبة لا مش كده كل واحد بصص لاخطاء التاني مش لاخطاء نفسه ونسامح وعلى فكرة خلي بالك بس انا اعزا اقول حاجة مهمة جدا بعض الناس فهمت المسامحة ان انا خدت لك كده الحق بتاعي هو رميته ما حصلش يا فندم المسامحة معناها ان بقول له بكرمك يا رب خد عندي 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 جلالك يا رب سبحانك هذا الحق ونمهولي طب انا هقول له حضرتك حاجة مصد بقى انا هسيب تليس كرير ونمشي في موضوع التخامل وما لو انا بكلم في الاطار اللي احنا فيه لا 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 استنى بس عشان انا كده اخدنا في حتة دخلنا في حق اعرب كده حضرتك دلوقتي في موقف يعني حضرتك عملت فيه موقف وحشاو ولا العفوان طبع لا 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 عفوان نحتك على الداخل والله لا 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 لان حدك فهم عملت انا لا يمكن ازعلم منك العفو لا انا بتكلم عشان احنا يعني بنقول مثلا فلان عمل فيه موقف وحش قوي قوي ماشي انا بتعايش معاه ان دي خلاص احنا مثلا ارايب او جران او اصحاب بس قلبي مش قادر ينصى الموقف الوحش قلبي مش مسامح ودي قدرات يعني انا مش قادر طيب عز اقولك بس احنا الدين الواقعي سيدنا النبي صلى الله قاعد مع ستين عائشة فسمع صوت جاي من بعيد بينادي عليه فقال لستين عائشة ايه بيقس اخو العشيرة الرجل ده وحش قوي وقام النبي الكريم باخلاكه الكريمة فتح الباب وهش وبش في وجه الرجل وبتسامله وعمله باخلاك النبوة فستين عائشة بعد النبي ما قفل الباب هو بالراجل مشي بتقول له ايه ده يا رسول الله عازي تقول له يعني انت نفاقتي انت عملت عملية نفاقتي قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا هو يبقى فاحش انا مش فاحش هو يجتم انا ما اجتمش هو بذيء انا مش بذيء متى الناس عامل الناس باخلاقك لا باخلاقهم عامل الناس بما تستحقي انت وليس بما يستحق ماشي ما احنا هنتعامل بس اللي في القلب في القلب محدش قال حاجة خلاص مش قادرة سامي جنان لا لوم على ما في القلب بس كده خلاص الاسلام يعامل الناس على الاعمال وليس على ما في القلب اي بس انا هعمل الناس على اللي عملوا في وعلي في القلب سيدتي سيدتي والقرآن الكريم سمح بهذا على سبيل العدل والجزاء فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفى واصلح فاجروه على الله انا مش هاس حاجة من حالة اللي يقدر بص حضرتك نقدر نقدر اسمحيلي مش لسه قرأني الاية لا يكلف نصر الا وسعها كونوا كلفني بالصبر كلفني بالعفو كلفني بالصفح اذا انا استطيع انا استطيع اي كان يا فندم طيب انا استطيع القضية هي ان انا عاوز ولا مش عاوز احنا فيه مكلمة سوالي بس يا جماعة معلش عشان اخر حدش احنا هنختلف في النقطة دي ومالك دايب اقول حضرتك حاجة لو كمال ده قاعد اللي عند الكاميرا غلت فيها مرة او عمل فيها موقف ماشي وعمل فيها سمحته ماشي او ملا انت كمال ما عملتش حاجة انا بتكلم عن ماذا سمحته تمام رح عامل نفس الموقف سمحته نفس الموقف ايه ده فيه ايه قلدي بقى قفل ورح جايب له الأديم والجديد ايوه وحطيطهوله بقى ومستني من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يحلم على من جاهله من جاهل عليه ام فاذا ازداد الجاهل في جهله ايوه ازداد حلما على حلمه تلك اخلاك احنا بنتغناش بحب النبي احنا بنتخلق بأخلاك النبي اللي يحب النبي يتخلق بأخلاكه يا سيدتي نحن نفتكر للأخلاك مشكلتنا ان احنا بنتعامل للأسف بأهوأنا نحن نحتاج للأخلاك الإيمانية اللي بحتسب فيها الأجر عند ربنا اللي بعامل الناس بما يحب بما يحب ان يعاملوني به لا بما يستحقوا ان يعاملوا به عند الله الحسن البصر يا سيدتي جاءه رجل وشى بأخيه وقال له يا إمام فلان سبك قال له أتقول حقا قال إيه والله سبك راح دخل الإمام الحسن جايب طبق طمر من أجود الطمر عنده وقال له اذهب به إليه وكله الحسن يقول لك أهديتنا من حسناتك وهديناك من طمرنا فلا أقل من أن نهديك من طمرنا يا سيدتي سيأتي اليوم اللي احنا محتاجين في الحسنات الإفلاس أن يأتي الإنسان مصلي وصائم ولا آخره لكن سبه وشتم وأنا المسبوق والمشتوم ما خدتش حق في الدنيا وسامحتي فيه سأخذه من حسناتك صلاته هتجيلي حجه هتجيلي عمرته هتجيلي أي طب وانا قعدة في الدنيا بقى وبغلي كده تغلي حقا عارفة تغلي ليه من الموقف مش تيمة أعزو بس أقولك بس على حاجة الله يكلمك أعزو بس أقولك على حاجة أنا ما أكون جاي مثلا مثلا يعني ما أكون جاي من بيتي من التجمع أو لحد عند حتك هنا في أكتوبر وأقول لنفسي إيه أنا هوصل في عشر دقايق مثلا يعني فلما أوصل في تلك الساعة وده مستحيل طبعا هبقى زعلان ليه لأننا عامل حساب إنه هوصل في عشر دقايق لما أقول لنفسي أنا هوصل في ساعة وربع وهوصل في ساعة هبقى موسوط الفكرة كلها فين بقى في حياتنا أنت متصورة إيه يا طرى أنت موجود متعشين ما إيه في الدنيا سيئلتي إحنا جينا في الدنيا هنا عشان نتعاملنا تعظيم سلام لا وتفرش الأرض بالورود ونمشي على السجادة الحمرة ولا ربنا قال إننا خلقنا الإنسان من نطفات أمشاجة لنبتليه فنحن في كل لحظات نبتلى تبتلي وإنت سايق أن حد يضيق عليك تبتلي بحد يجهل عليك تبتلي بحد مش عارف إيه تبتلي بإيه نحن مأمورين في كل لحظة بأن نكونوا متعبدين لله إحنا جينا هنا عشان نجيب حسنات نجمع عارف رجل الأعمال الشاطر اللي لما تسألين رصيدك كم دلوقتي يقولك عايزة من لحظة ولا من لحظتين ولا اللي جاية إحنا عايزين رصيد حسناتنا أكيدا أنا سالم عبدالجليل أريده من الناس كما أريد من نفسي إن لما تسألين رصيدك قد أفل حسنات أقولك اللحظة دي ولا اللي جاية ولا اللي فاتت إحنا محتاجين رصيد حسناتنا ورصيد الحسنات في العفو والمسامحة والأخلاق يصبق كل شيء سيدنا رجل من الصحابة قال لي سيدنا النبي الأخلاق وذهب بحسن الخلق ذهب بكل شيء قال نعم حسن الخلق مش بس حسن العبادة حسن الخلق يذهب بكل شيء يطير أمامه كل شيء ويطير بصاحبه إلى أعلى الجناعة بس إحنا هنعتبر إن الإنسان اللي أزانا إنه ابتلاه نضع ربنا منرفع اللي ابتلاه الله عليك بس خلاص ونعمل حالة أبقى مخصوص عن التسامح عشان أجيبكك قصص اللي ما ينفعش الإنسان يسامح بقى في الموضوع ده أو كده بلدخل الحق عرب عرفك ونحتسب الأجر عند الله ونعمة بالله طب إحنا هنفصل ندخل بمداخلة مروه من الجيزة علي السلام عليكم عليكم السلام إزاك يا أستاذ عمير من ورائنا أهلا بيك يا مروه أهلا بيك والسيخ سليم عبد الجليب دائما من نور الشاشة أهلا بشكرك بارك الله فيك شكرا رب العالمين كان عندي نقطتين بس عايز أكلم عايز أتكلم فيهم أول نقطة بس عايز أعرف حكم الشرعي لو الزوج هو اللي غضب مراته فهو كده من زمن ده هو يصرف عليها ولا يقول لا خلاص هي أنا مش هصرف عليها ما ليش علقة بيها لو خاصل مراته آه آه لو هو اللي غضب مراته فهمت يعني هي غضبانة هو ما يصرفش عليها آه 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 اللي في بيت أهلها بتبقى غضبانة آه يقول لك أنا مش موزم بيها طيب تفضل فيه سؤال تاني آه في نقطة تانية آه أستاذ عمير تفضل آه حابة أقولك كل سنة وانت طيبة آه بمناسبة عيلم لادك بكرة سحبت أول وحدة تكون أهلالك على الشاشة واسبت أهديك ومتعبئينك اللي بيشبوكي كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت بخير كل سنة وانت 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 أهلك وانت حبيبك ودأ إهداء مني أختك الصغيرة ومن الأعلمين موشون دوود ومن الأسرة اللي بتحبك وأهلك وكل الناس حبيبتي ربنا يخليك يا مروه يا رب وشوفك أحسن واحدة في الدنيا كلها أنسي وكوك ومصطفى وكل الفريق العمل اللي عندوكو برد طب مش تقولكم بلدك بكية بردو انت وجودك معاي أجمل هدية والله كل عام انت بخير مرسي جدا مرسي جد عليك وشكرا لك يا مروه والمحسن وكل اللي عزين برد بجد ربنا يبارك فيكو يا رب الله يكرم ربنا يبارك في حضرتك فكرة حضرتك أصلا إن الستي تغضب سواء هي تغضب هو يغضبها دي مش موجودة في الشريعة تمام الشريعة يا فندم حتى لو اطلقنا وفي أكثر من كده جبنا المأزول أيوة وعمل أسيم الطلاق يعني خلاص انتها الموضوع تعود في بيتها والكرآن سماه بيتها وقال كده يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا في حاجة مبينة على رأس الله الزنا الواضح اللي مفيش في خلاف وده اللي غلط بس إنما أي حاجة تاني هتقعد في بيتها معززة مكرمة تأكل وتشرب متانية لحد العدة ما تمتهد لو اطلقت ما بالك إحنا ما اطلقناش ولا حاجة بس مختلفين مع بعض وزعلانا وعند أهلا أضرابها واطرودها من البيت هذا خلل لا إحنا بقى عنا نفترض أنه خلاص حصل مشكلة عديرة من العكس كمان أنا فهم ماينفعش الست من نفسها تسبته تمشي لا ماشي أنا ما حضرتك إحنا هذه النقطة اللي بعدك عشان دي مشكلة ومقامة عليه عائلات كتير جدا مشى بالنطاق ده بالموضوع ده اللي بتكون عند أهلا مش ملزمة من جوزة لها والعائلة من مصاريف في فارك بين حكتين بين أن تكون المرأة طيعة دينة خلوقة والرجل افترى عليها فديت حاكم في كل حالة بحالتها والرجل افترى عليها وطردها من البيت نقول له أنت ملزم بنفقتها وغلطت أنك ترطتها من البيت وطروح تعتذر وتتأسف وترجعها ولا آخر ماذا بقى لو البنت نفسها من غير السبب قالت لست العيشة معك مش نفعة انت مقطر علي انت بتصرفش انت غالفقير ورح تسيب البيت وماشية دي بنسمها ناشز لا بص حضرتك والناشز لا حق لها لا بصها أقول حضرتك هيك أنا بقول من وجهة رأيي أنا بصها هنختلف تاني قول يا شيخ عبير لا بصها تخصر تاني أنا بقول إيه؟ إذا كانت هي لما بتطلق خالص وتنفصل هي ليها نفقة ولادها ليها نفقة أخلي بالك بس التطلق شيء والنشوذ وشيء آخر لا ما أنا هقول لحضرك على تدعي النشوذ أحاضر يا رسل ما بقول لي الحرقة خلصت وليس لما لما السبت بتسيب البيت بدون سبب وبدون علة وكبر منها دي اسمها ناشز لا هفهم حضرتك حاجة في رجالة في عائلات لما تيجي تلاقي الدنيا زنقت عليهم في المصاريف يقول لك إيه؟ زهق مراتك تروح عند أهلها شوية تخف المصاريف حضرتك خدوها ما هو زهق دي خلي بالك بقى ما هو ما بيعترفوش لو هو زهقها لأ هو بيستخزها بطريقة طب أنا بس بقول حاجة إن الست ملزمة من جوزة بعد ما ميشت من بيت أهلها سواء عند بيت باباها سواء عند بيت جوزة هي ملزمة هي وأولادها من صاريف هو اللي مش الأولاد دول مش في المعادلة لا هو ما بيقول كده الأولاد خلي بالك بس الأولاد دول الزوجين مع بعض يتطلقوا يرود يعمل ما ليش دعوة الأولاد خارج المعادلة الأولاد دول ولاده ينفق عليهم ويحسن إليهم ويحسن تبيتهم وحبابي عني يطلعهم ويدهم لهم دول ولاده ما لهمش علاقة اختلف مع امراتي ما اختلفش ده موال تاني الست بقى في حقوق تحكمنا في قواعد بتحكمنا تعبت الأولاد الأولاد ما يدخلش في المعادلة دي وأرجو من كل رجل وبذكره بحاليتي أنه صلاته السلام كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول إن أنا اتضايق من مراتي فعقب ولادي أعقبها بالمصاريف أعقبها بالمصاريف كمان ده في رجالة أنا عشان عقبها وتيجي تحت دراعي كنت تتلوي دراعها أعقبها بالمصاريف لو جاء الإنسان يوم القيامة بكل الطاعات وليس عنده إثم غير أنه ضيع ولاده فهذا حسبه أن يدخله نرجع عمنا كالعابة ما الحق ناش نكمل والأسئلة كتيرة ومعنا الدكتور سيري ما لحنش نستغله والحلقة خلصت أتمنى أن يكون إحنا أسعدناكم النهاردة هشوفكم على خير الأسبوع القاضي وهنكمل بقى الأسئلة وبرضو هنبقى يفضل معنا بإذن الله شكراً لكم أيضاً ومشاهدين أعقبكم من الأربع القاضي من الساعة خمسة بإذن الله على قناة الحدث اليوم شكراً لكم